أعلنت باينانس وهي مزود البنية التحتية للعملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية لبلوكشين أعلنت عن حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة باينانس باعتبارها أول رخصة تمنح لها كمزود لخدمة أصول التشفير بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية وهو ما يعزز التزامها لتكون الأولى ضمن شركات المجموعة للامتثال بالأنظمة التشريعية في المنطقة وبهذه المناسبة قال المؤسس ورئيس تنفيذي لباينانس إتشان بينغزاو إن الرخصة الممنوحة من مملكة البحرين ستشكل علامة فارقة في مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم شاكرا فريق البحرين ممثلا بالقيادة ذات الرؤية السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وذلك على ما تم بذله من جهد عظيم لتسهيل تحقيق هذا الإنجاز فقد أظهر فريق البحرين بعد نظر كبير في تطويره للوائح التنظيمية للتشفير كما أنه يوفر الحماية التنظيمية التي يجب أن يتوقع أن يحصل عليها العملاء من المشرعين في جميع أنحاء العالم من جانبه أشار سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أن تطوير التشريعات المتواكب مع التوجهات العالمية للخدمات المالية تعتبر أحد أبرز أهداف مصرف البحرين المركزي حيث أن العمل مستمر مع الشركاء وقيادات الصناعة مثل باينانس من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وأفضل الممارسات في القطاع فيما أكد سعادة السيد خالد أحميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن فريق البحرين ساهم في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم نموية سريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتلة الرقمية البلوكشين وذلك من خلال وجود التشريعات القوية والمواهب المتعددة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة وسيعزز التعاون مع قيادات الصناعة ومنهم باينانس في تطوير مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لهذه الصناعة